قوله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة قال غلت أيديهم أي الله جل وعلا يرد عليهم جزاء وفاقة من جنس ما قالوا غلت أيديهم متى غلت أيديهم إما غلت أيديهم في الآخرة وإما غلت أيديهم في الدنيا بالأسر وإما غلت أيديهم أي لزمهم الفقر والخوف أو لزمهم البخل وهذا ظاهر فهم من أبخل خلق الله كما ذكر الشيخ عبد الرفان بن سعدي رحمه الله تبارك وتعالى غلت أيديهم أي البخل ملازم لهم وهكذا قد عرفوا أنهم من أبخل خلق الله قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قال ولعنوا ولم يقلوا لعنهم بما قالوا لماذا قال أهل العلم لأن اللعن لا يكون من الله وحده كما قال الله تبارك وتعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لعنوا بما قالوا أي لعنهم الله لعنتهم الملائكة لعنهم الأنبياء لعنهم العباد الصالحون فاللعن لا يأتيه من مكان واحد بل من أماكن عدة قلت أيديهم ولعنوا بما قال أي طردوا من رحمة الله التي وسعت كل شيء طردوا هؤلاء لسوء قولهم وخبث مقاصدهم عليهم من الله ما يستحقون طيب